بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موظونا اليوم بنا نتعلم كيف نهيل SHA باستخدام الميكست في البداية تعالي تعرف على طريق تعمل الميكست أنا عندي في الربستوري ثلاثة كومنت في عندك A و B و C وزي ما اتفقنا دائما الهد رح يكون عند آخر كومنت وأكيد حيكون في عندك نسخة منه في الوركينج داريكتوري نبدأ نسوي هسا إنه أنا بدي أرجع للكومنت A كيف رح يصير رح نستخدم هذا الأمر هو اسمه getResetDoubleDashMixSHA معنى كلمة ميكست عن مختلط ونريد أحكي لك إنه لقيت ريسيت إذا ما حطيت الميكست عادي إنه هو الديفورت رح نطبقها تماني شوي في الكود الـ SHA هنا هي أول سبع أحرف من الـ SHA الخاصة في كل كومنت فأنا أعطيته مثلا الـ SHA أول سبع أحرف الخاصة في الكومنت A فساعتا رح ينتقل الهد للكومنت A طب شو رح يصير رح يصير إنه في كومنت C رح تنحذف من الربستوري وكومنت B برضو رح تنحذف من الربستوري وكومنت A رح تنزل على الـ Stage Area بعدين من الـ Stage Area رح تنزل على الـ Working Director في نهاية تنفيذ الأمر أنت رح يكون عندك كل ملفات A نازلة على الـ Working Directory وكيد انتبهت إنه ملفات C ما نحذفت مش اتفقنا إنه C هي آخر كومنت كانت عندي ارجع بالفيديو شوي لو ورد هتلاقي إنه ملفات C هي كانت مرفوعة آخر إشي فبعنا كلامي هاض أنا رجعت على الـ Comment A وحذفت كل الكومنتات اللي كانت بعديها لكن ملفات A كلها نزلت على الـ Working Directory يعني لما أسوي هسه Get Status رح تشوف النصات كل ملفاتي في الـ Working Directory لكن ما نحذف الكود يعني آخر نسخة أنا كنت رافعة هي C موجودة عندي خلينا نحكي إنه إحنا ستعلمنا 50% من الفكرة خلينا نطبق شكل عملي عشان تفهم الفكرة 100% نفس المشروع إحنا شغالين عليه هو الـ Project بدي أسويه بدي أروح على الـ Work وأعمل كمان تعديلوقتوب Task وان تسير وتطلع من الملف لو عملنا Get Status بحكيه لك إنك إنت عدلت على الملف الاسمه Work Get Add Get Comment بعد نعمل Update Work 2 مثلا خلنعمل أنت خليني أشوف هسه الـ Get Log شو بتحكي لي الـ Get Log إنه تفي عندك كومنت اسمه Update Work To وكيف عندك كومنت قبلها Update Work To Text هس الكل راح يحكي لي هدولة الكومنت الاثنين منقدر نختصهم كومنت واحدة أقول له كرامك صح في المحاضرة السابقة تعلمنا الطريقة الاسمها Soft لكن اليومنا نتعلم طريقة ثانية وهي الميكس خليني أعمل كيو بس قبل ما أطلع من الملف خليني ننسخ أول سبع أرقام هاي 2 4 6 سبعة واني الكومنت اسمها Update Not يعني بده أرجع لهذا الكومنت وابديت وورك وابديت وورك تو ينحفه من الربستوري هاي كيو Get Reset Double Dash Mix واذا ما حطيت الميكس برضو عادل ممكن تشطر انت الميكس لانه شو الديفولت لها الديفولت هي لها ميكس بس قبدي خليلك إياها عشان تكون الفكرة واضحة مية في الميل بعدين Right Click Best خلني أعمل Enter شو حكينا هون Un Stage يعني فيه كومنت نزلت لل Stage وبعدين من ال Stage نزلت على ال Working Directory خلينا نكتب Get Status خلينا نشوف شو حكي لك انه انت في عندك تعديل على ال Work.Text خلينا نشوف ال Get Log شفنا انه Update Work وال Update Work To نحذفه لكن الكود ما نحذف خلينا نفتح ال Work بالضبط كل شي عندي ايات بحكي لك هسا بتقدر انت ترفع على ال Stage Area كم ممكن هسا اضيف مثلا تاسك جديدة هاي Task 2 سيف و هسا بعمل Get Add و و Get Comment . و قمعل اندفع Milites بترفع كل تعديلات سابقة اول ترمي أتمنى أن ترى ترى أن تكون لديك أبداية وارك ويتأكد أن تتحدث عن الفرق بين soft و mix في soft ، آخر comment سينزل على stage أما mix الكمنت التي تختارها سينزل على working directory بدون حذف آخر كود أتمنى أن كانت أفكارنا واضحة لن تجد منذ عادة تهيات الحالة لن يوجد طريقة اسمها hard ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة ويعطيكم العافية